بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا الآن النتورك فلو مودلز والنتورك فلو مودلز من المواضيع المهمة جدا في بحوث العمليات وفي إدارة العمليات وإلى تطبيقات واسعة جدا ممكن تحل فيها الكثير ممكن الكثير من المشاكل أنك تعبر عنها من خلال نتورك فلو مودلز وتحلها وتوجد من خلال تمثيلها على شكل نتورك فلو مودلز من الإسم العام نقدر نعرف أو نقدر نأخذ فكرة أو نحكي أنه عندنا عناصر أو مجموعة من العناصر مجموعة من الايتمز اللي بتنتقل من نقطة إلى نقطة أو من مكان إلى مكان بطريقة معينة وإلها تكلفة تكلفة قد تكون تكلفة هاي in terms of money أو distance أو cost وبدنا نقلل هاي الكلفة أو الأشياء المترتبة على عملية النقل هاي فبالعادة النتورك هي تمثيل لسيستم يتكون من نقاط معينة مرتبطة مع بعضها البعض وإحنا بدنا ننقل ايتمز من هاي النقطة أو من نقطة معينة إلى نقطة أخرى ضمن الشبكة وهاي الايتمز نتنوع حسب المشكلة اللي أنت بتعبر عنها طيب ننتقل هون نشوف تعريف النتورك التعريف العام للنتورك يقول لي is an arrangement of paths connected at various points through which items move إذن هي ترتيب معين من الطرق المرتبطة بنقاط معينة خلال هاي النقاط الايتمز تنتقل من نقطة إلى نقطة أخرى من الأمثلة بنقدر نحكي أمثلة على السيستمز اللي يمكن التعبير عنها من خلال نتوركس أو يمكن نحكي عنها عن شكل نتورك مثلا شبكة الطرق بين المناطق بين المدن بين الدول هاي شبكة الطرق تعتبر تعتبر من أكبر الأمثلة على النتوركس نهايك في عندي مثلا فلنفترض أربع أو خمس أو ست أو سبع مدن وفي مجموعة من الطرق بين يعني في طرق بين كل مدينة ومدينة والناس تنتقل من مدينة إلى أخرى أما للعمل أو للتسوق أو لأي غرض كان فالبيبولز اللي بينتقلوا من مدينة إلى مدينة هم الايتمز والمودنز هم النقاط اللي بينتقلوا منها وإليها كمان والطرق هي شيء عبارة عن الباث طيب فيه كمان مثلا شبكات نقل المياه بين المناطق شبكات نقل المياه ممكن تكون أو هي تعتبر نتورك أيضا شبكات الاتصالات شبكات الكهرباء ممرات المشاه وممكن مثلا داخل أي مصنع مثلا ممكن نحكي أنه الربط بين محطات الإنتاج أو بين بنقدر نحكي عنه أو نعبر عنه على شكل نتوركس فالنتوركس موضل استخداماتها واسعة جدا ومن خلال فهمنا للنتورك يعني خلال نحكي الفهم النظري أولا ومن ثم الفهم التطبيقي لها نقدر أننا نحلل كثير من المشاكل اللي بتواجهنا أننا نحول هاي المشكلة اللي بتواجهنا في هذا السيستم إلى نتورك على شكل نتورك ونختار النتورك موضل النتورك موضل المناسب ونحله ونوصل لأفضل حل ممكن طيب النتورك بابيولر ليش النتورك هيكونا نحكي فيها ليش مثلا النتوركس شائعة أولا لأنها بتعطينا بيكتشر للسيستم ودائما اللي بتنقله المعلومات اللي أنت بتأخذها من صورة تعاد الأضعاف اللي أنت بتأخذها من معلومات مكتوبة كتابة دائما الصورة بتوصل المعلومة أكثر من الكتابة يعني أو مهتم أو مهتم بالموضوع يطلع على هاي النتورك فبيفهم بشكل أسرع بيفهم البضع أو سيشيويشن كامل هي بتعطينا بيكتشر أوف السيستم وهذا بيسهل عملية فهم المشكلة وأيضا زي ما حكينا قبل شوي لأنه يعني الكثير من الأنظمة يمكن التعبير عنها على شكل نتورك وحل المشاكل اللي بتكون في هذا السيستم من خلال النتورك طيب شو هو الغرض الأساسي من النتورك موضلز النتورك نتورك فلو موضلز ديسكرايب ذي فلو أوف ايتم ذي ثرو السيستم النتورك موضلز توصف لنا اللي هو الفلو أوف ايتم تدفق هاي العناصر خلال السيستم تدفق العناصر خلال السيستم يعني كيف بينتقل الناس من مدينة إلى مدينة وكيف تنتقل القطع الانتاجية من خط انتاج إلى آخر أو من محطة انتاج إلى أخرى وكيف تنتقل الكهرباء من محطات التوليد إلى مختلف المدن وهكذا نتعرف الآن على النتورك كومبوننس النتورك كومبوننس بكل بساطة هم مكونين رئيسيات النتورك تمضل بشكل عام موضوع سهل يعني هو من أسهل المواضيع ومن أكثر المواضيع استخداما ولهات تطبيقات وازعة فنتعرف يعني النتورك كومبوننس أو أهم مكونين للنتورك فلو موضلز هم النودز والبرانشز النودز والبرانشز الآن النودز بالأغلب أو دائما بتكون على شكل دوائر أو على شكل مربعات فبيكون نكتب لهم أسماء إما أسماء صريحة أو نكتب لهم مثلا رقم يعبر عنهم إذا كتبنا أسماء صريحة مثلا نحكي إحنا عن شبكة خلينا نتحدث عن يعني مثالنا الرئيسي الآن نحكي عن شبكة الطرق بين المدن فكل دائرة أو كل مدينة رئيسية إحنا عندنا مجموعة من المدن أو مجموعة من المناطق وفي بينها مجموعة من الطرق والناس أو الناس تنتقل من خلالها أو مثلا موظف مثلا توصيل ديليفري بدو ينتقل بينها فالنودز هاي بتكون على شكل دائرة أو مربع بيكون إلها إما بنكتب لهم إحنا أسماء المدن هاي مثلا عندي أربعة أو خمس مدن ونكتب أسماء هاي المدن داخل المربع أو بنكتب رقم لكل مدينة مشان الاختصار وهاي النودز هي عبارة عن نقاط التقاطع بين البرانشز اللي رح نحكي عنها بعد شوي وهاي النودز بتختلف من سيستم لسيستم يعني كل سيستم النودز بتعبر عن إشي معين حسب السيستم اللي انت قاعد بتمثله على شكل نتورك على سبيل المثال مثلا لو إحنا شغالين بمصنع وبدنا نمثل المصنع من خلال نتورك فالنودز بتكون يعني إما الماشينز الرئيسية اللي بتشتغل على البرتز اللي انت بتنتج فيها أو الستيشن البرودكشن ستيشن أو ممكن تكون الديبارتمنز الرئيسية في المصنع نقدر نحكي إنه كل ديبارتمنز في هذا المصنع هو عبارة عن نود فكل ديبارتمنز في هذا المصنع بنقدر نحكي عنه نود أو نعبر عنه نود على شكل نود هذا إذا بنحكي عن المصنع ككل أو خط الإنتاج ككل طيب إذا إحنا مثلا بنحكي عن خط الإنتاج نفسه شو بتكون النودز ممكن تكون المشينز الموجود ضمن خط الإنتاج هذا إذا بنحكي عن منظمة كاملة مثلا ممكن النودز يكون المنظمة في هاي المنظمة أو يكون مثلا المخازن فالنودز إذا نحكي هم سيركلز بمثل المن سورس اف ايتمز اللي إحنا قاعدين بنعمل لهم اللي إحنا مهتمين بنقلهم فمثلا في المصنع لما نحكي انه عندي محطات الإنتاج هي النودز الآن النودز الأولى راح تكون اللي هي الويرهاوس اللي بيجي منه أصلا الرو ماتيريات فهذا هو المصدر الرئيس لل الايتمز تنتقل من هذا الويرهاوس إلى المحطة الإنتاج الأولى الآن نعمل العملية الإنتاجية في هاي المحطة ومن ثم بننقلها إلى المحطة التالية وهكذا فهذول النودز نقدر نحكي انهم هم النقاط اللي اصلا الايتمز اما بتروح لعندها او بتيجي من عندها فهذول هم النودز طيب لو نحكي مثلا مثال عن البص ستيشن البص ستيشن فلنفترض انه شركة باصات وهاي الشركة لها مكاتب في المدن اللي بتنقل الركاب منها وإليها فالبص ستيشن هاي وإذا نحكي عنها نودز وإذا نحكي عنها نودز لو وإحنا عندي فلنفترض محطة الباصات مثلا زي باصات جيت محطة هال الباص الموجودة مثلا في اربد ومحطة موجودة في عمان أو أكثر من مكتب يعني موجود في عمان فالآن في ركاب بيركبوا من اربد لعمان للمكتب الموجود مثلا في طبر بور وفي مجمع الشمال وركاب بيركبوا لدوار السابع فهيك أنا عندي ثلاث نقاط بتوصل بين هذول المدينتين والبيبول هم اللي بينتقلوا بين هم الايتمز اللي بيتحركوا بين هذول النقاط والنودز هم إيش الباص ستيشن إذا مثلا نحكي عن ركاب الطائرات نقدر نحكي إنه النودز هم المطارات يعني مطار موجود في الأردن مطار في سعودية مطار في الإمارات مطار في مصر فالآن النودز هاي هي المطارات اللي بينتقلوا الناس من مطار إلى آخر بعدين بيروحوا وين بدهم بس النودز هم بهاي الحالة عندنا هم المطارات إذا بنتكلم مثلا عن نقل البضائع من خلال البحر النودز بيكونوا إيش بيكونوا الموانئ بيكونوا الميناء اللي بيرسي عنده ترسي عنده هذه السفن فهذا بالنسبة للنودز طيب إيش البرانشز طيب إحنا في عندنا نودز وفي برانشز لكل نتورك فلو موضل في نودز وفي برانشز البرانشز بيتمثل الوصلات اللي بنوصل من خلالها بين النودز الوصلات اللي بنوصل من خلالها بين النوت فهي عبارة عن الكنيكشنز اللي بتم من خلالها نقل الايتمز وبالتالي من خلالها يعني بصير الفلو او التدفق بتم من خلال برانشز مقدر نحكي انها شبكة الطرق يعني الطرق نفسها هي عبارة عن برانشز الطرق اللي بين المدن هي البرانشز والمدن نفسها هي النوت والركاب هم او الناس اللي بينتقلهم الايتمز لو بنحكي مثلا عن شركة مياه تنقل المياه من مكان الى اخر فبيكون عندها عبار رئيسية عبار للمياه فيها المياه وهاي نقدر عن نحكي عنها النوت وبعدها في شبكة انابيب شان تنقل او تنتقل المياه من خلال شبكة الانابيب هاي الى المدن فالاماكن او هنحكي الابار الرئيسية الموجودة فيها المياه واماكن سكن الناس هي عبارة عن نوت والانابيب اللي بتوصل بين هاي المناطق وبين هذه الابار هي ايش؟ هي البرانشز فالبرانشز هي الوصلات اللي اصلا الفلو بيكون من خلالها يعني من خلال هاي الانابيب المياه اللي هي الايتمز تنتقل فاي سيستم بدك تمثله على شكل نتورك بدك تعرف شو هم النوتز وشو هم البرانشز وايش هي العناصر اللي انت بدك تنقلها كل هاي المفاهيم ممكن انها تفهمها اكثر من خلال امثلة لما تأخذ مثال كامل وانحله طيب نطلع على هذا المثال بيقول لي فنطلع عندي هاي اربعة مدن الان المدينة الاولى اطلنطا المدينة الثانية ناشفلي والمدينة الثالثة والمدينة الرابعة لاحظ المسافة او الارقام اللي على الان هاي النوتز اللي هي موجودة في الدوار عندي اربعة نوتز وعندي اربعة برانشز هل شرط انه يكونوا اربعة برانشز يعني مساوية لعدد المدن؟ لا ممكن انك تحط طريق او تكتب طريق بين الثاني والثارثة توصل الخط او بين الاولى والرابعة يكون فيه طريق مباشر بين النوت الاولى الى النوت الرابع فهذا مش شرط انه يكونوا يعني عدد البرانشز يساوي عدد النوتز بالعادة عدد البرانشز باغلب الحالات بيكون اكبر من عدد النوتز طيب ايش هاي القيم اللي موجودة على البرانشز اللي هي اربعة ثلاث ستة خمسة هاي القيم اللي موجودة على البرانشز حسب انت المشكلة اللي انت بتعبر عنها قد تكون تعبر عن دستانسز قد تكون تعبر عن مسافة وقد تكون تعبر عن وقت وقد تكون معبرة عن كلفة فهاي مثال على نوتورك مثال بسيط الان طيب ما هي الموست كومون نوتورك فلو مودلز في عندي ثري مودلز هم الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما نتعرف عليهم واحد واحد ان شاء الله بالتفصيل لكن كل واحد رح نعمل له فيديو ليسا في هذا الفيديو اول مودل هو الشورتست راوتو بروبلم والمينيمال سباننج تري بروبلم والماكسيمال فلو بروبلم كل مودلز من هذول الثلاث رح نعمل له فيديو نشرح الغرض منه هم مودلز بسيطة يعني مش ما بيحتاجوا انه هذيك الصعب ولكن احنا نعمل لهم كل واحد فيديو فيديو صغير بسيط يوضح الفكرة الاساسية منهم الاشياء الرئيسية والغرض من الاستخدام وكيف نحل له نعمل له اوبتيمايزايشن او نوجد الاوبتيمال سوليوشن للكيس اللي بيعبر عنها فهيك احنا اخذنا مقدمة عن النتورك فلو مودلز في هذا الفيديو الفيديو القادم او الفيديو التالي رح يكون ان شاء الله عن المينيمال او عن اسف عن الشورتست راوت بروبلم وبس هيك يعطيكم العافية